مشاهدين للحديث اكثر عن هذه التطورات معنا من اربيل عمرى الاخمار الصناعية العقيد ربيع الجواري الخبير الامني والعسكري عقيد ربيع اهلا وسهلا بكم معنا ما تأثير هذه الضربات على عدة وعديد فلول داعش في تلك المناطق يا اهلا ومرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم يعني حقيقة هذه الضربات ضرورية خاصة في مثل هذه الظروف اليوم مثل ما تعلمون ان مدينة الموصل في هذه الفترة اصبحت مهددة من عناصر تنظيم داعش خاصة من خلال العمليات التي قام بها تنظيم داعش في بعض المدن السورية المحاذية للحدود العراقية وبذلك استطاع القسم من عناصر تنظيم داعش التسرب الى الداخل الحدود العراقية ومحافظة نينة وايضا محافظة الانبار اليوم ما قام به الجيش العراقي هو تسرب حسن خاصة تحرك قطعات الفرقة 15 وكذلك الفرقة 20 بعمليات على سلسلة جبال العطشانة التي تقع من ضمن ناحية بادوش واستطاع الجيش من قتل مثل ما اتفضلت 13 عنصر من عناصر تنظيم داعش هذه العمليات يجب ان تتكرر ايضا هناك خلايا نائمة في بعض المناطق المحاذية للحدود السورية بين العراق وسوريا مثل نينة وكذلك الانبار يجب هناك تكثيف الجهد الاستخباراتي للقطعات العسكرية في سبيل الحد من فعاليات عناصر تنظيم داعش مثل ما تعرفون انه امس استطاع تنظيم داعش من تفجير سيارة ملغمة في منطقة موصل جديدة في الموصل وهذا ما اسفر عنه خمسة قتلة وايضا ما يقارب 14 جريح وايضا قبل ثلاثة ايام نفس العملية استطاع ايضا ان يجعل هناك سيارة ملغمة وايضا حصل فيها خسار اعتقد مثل هذه العمليات العسكرية القطعات العسكرية العراقية هي ضرورية في هذا الوقت وايضا طلعات التحالف الدولي واستهداف او كار عناصر تنظيم داعش ضروري في هذا الوقت لان الجميع اليوم في محافظة نينة ومتخوفين من عودة سيناريو 2014 عندما استطاع تنظيم داعش احتلال ثلث اجزاء العراق وهي محافظة نينة وصلاح الدين وكذلك الانبار ما حجم هذا التخوف اميد ربيع في ظل الظروف الامنية الحالية والجهود الاستخباراتية المتوفرة الان داخل العراق والله التخوف حقيقة يعني خاصة من ابناء محافظة نينة وبالخصوص ومدينة الموصل يعني هو التخوف من عودة تنظيم داعش بنفس القوة اللي اتى بها في عام 2014 في الشهر السادس ولذلك اليوم وهناك فعلا هناك خلايا نائمة في مدينة الموصل وهناك ايضا ما اخفيكم سر ان هناك فساد في المؤسسات الامنية اللي يقومون باخراج قسم من عناصر تنظيم داعش لقاء مبالغ يعني لقاء مبالغ واخراج عناصر تنظيم داعش كل ذلك يسبب مخاوف الابناء مدينة الموصل عميد ربيع هناك من الجهات الحكومية العراقية تخرج وتقول ان الحدود البرية مؤمنة تماما بين العراق والسورية لكن استشف من حديث حضرتك خاصة في البداية انه هناك من يستطيع من الارهابيين التسلل الى داخل العراق لا انتي مثل ما تعرفين ان الحدود السورية العراقية حدود طويلة ويعني مسافات كبيرة جدا يعني تحتاج الى قطعات عسكرية بحجم كبير في سبيل تغطية هذه المساحة بين سوريا والعراق وخاصة النينا والانبار هذه الحدود واسعة وكبيرة بصراحة يستطيعون الحجم من تسلل عناصر تنظيم داعش هو بواسطة الاستطلاع الجوي من خلال الطائرات ورصد عناصر تنظيم داعش اما السد هذه المساحة الكبيرة من خلال القطاعات العسكرية اعتقد هذا شيء مستحيل بنفس الوقت نحن مع الاسف اليوم القطاعات العسكرية تعمل في داخل المدن ولا تعمل خارج المدن وهذا ايضا ما يسبب خلال وايضا مثل ما اقلت قبل قليل ان الجهد الاستخباراتي للقطاعات العسكرية هو جهد ضعيف شكرا جزيلا لهذه المشاركة حدثنا من اربيل عبر الاخمار الصناعية العقيد ربيع الجواري الخبير الامني والعسكرية